قد قدمت الحكومة السورية دعوة للأكراد في الشمال السوري للعودة للوطن وسط تهديدات تركية بشني هجوم وشيك على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تابعة للأكراد كما تزامنت دعوة سوريا مع صحف القوات الأمريكية قواتها الداعمة للأكراد من الشمال السوري قرب الحدود مع تركيا الأمر الذي قد يسنح الفرصة لتركيا بشني حملتها العسقية وجاء في تصريحات نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد نشرها على صحيفة وطن السورية المقربة من دمشق ثلثاء متواجها للأكراد بالقول ننصحه من دل طريق أن يعود إلى الوطن لأن الوطن هو مصيرها كان وذلك على حد تعبيره